موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أزداها وتمام منن وآلاها جم عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت في الإدراك أبدها ثم صلاة والسلام على خير الأنام المضلل بالغمام أبي القاسم محمد وآله الكرام اللهم صلي على محمد وآل محمد أساد المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة والإحسان ثلاثون حلقة نناقش فيها مواضيع مهمة تخص الدين والدنيا هو عنوان برنامجنا لهذا الشهر الفضيل المبارك مواضيع لها علاقة وارتباط بالدنيا ولها علاقة وارتباط بشهر رمضان وبالدين مثلا مفهوم المدنية مفهوم العلمانية الهوية تعدد الهويات أثر الهوية على الدين غلبة الدين على الهوية كل هذا وأكثر نبحثه في ثلاثين حلقة متصلة تأتيكم ومتواصلة تأتيكم عبر فضائيتكم فضائية الأيام أحبتي نبدأ هذه الحلقة على بركة الله ونستهلها بضيفنا الذي سيحدثنا في بداية شهر رمضان وفي بداية هذا البرنامج عن شهر رمضان فضله وكيفية التعامل والتعاطي مع هذا الشهر الفضيل وهل هذا الشهر هو مدعاة للعبادة أم مدعاة للتراخي هذا ما سنبحثه في هذه الحلقة المباركة إذن أرحب بكم أجمل الترحيب وأأمل أن تكون هذه الرحلة الرمضانية رحلة مباركة وموفقة لنا ولكم جميعا أكرر ترحيبي بكم والتهنئة والمباركة لكم بشهر رمضان المبارك وكذلك الترحيب والمباركة موصولة لسماحة السيد الدكتور العلامة السيد جاسم الجزائري حياكم الله سماحة السيد أهلا وسهلا ومرحبا بكم أهلا وسهلا حياكم الله أستاذنا العزيز بالبدء نحييكم ونحيي قناتكم الموقرة ومشاهدي هذه القناة الكرام إذن أحبتي نبدأ هذه الحلقة بعد فاصل قصير فاصل وأعود إليكم ابقوا معي اشتركوا في القناة حياكم الله مرة أخرى أحبتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم ورحب بكم ورحب بضيفي سماحة السيد مرة أخرى أهلا وسهلا سماحة السيد ومبارك لك مرة ثانية شهر رمضان المبارك سيدنا مباشرة السؤال الأول ما معنى من أين اشتق لفظ رمضان بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف خلقه محمد النبي الكريم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين نبارك لكم وللأمة الإسلامية جمعا هذا الشهر الفضيل الشهر المبارك شهر الله عز وجل الذي اختصت به هذه الأمة وهذه من مميزات هذه الأمة الأمة الإسلامية على سائر الأمم أن الله عز وجل خصها بهذا الشهر الكريم الفضيل مما لا شك فيه أن شهر رمضان من جهة مفردة رمضان لربما البعض هكذا علماء اللغة وكذلك علماء التفسير أنها اشتقت من الرمضان وإشارة إلى اليوم الشديد الحر أو الذي يصاحبه العطش كما يعبر عنه بهذه المعنى ولربما هذا هو من ملازمات صيام شهر رمضان أن من ملازماته أن الإنسان يشعر بالجوع والعطش لهذه الفترة الزمنية المعينة شهر رمضان يعني لربما من خصائصه أو من نزاته أنه اكتسب الشرفية وعلو الشأن من انتسابه إلى الله عز وجل حتى سمي بشهر الله عز وجل وجاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أن شهر رمضان لا يشبهه شيء من سائر الشهور فله حق وحرمة ويكفي أيضا أنه كان يعني محل زمن نزول القرآن الكريم وقد وصفه الله عز وجل في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وخص هذا الشهر أيضا بليلة القدر تلك الليلة التي تكتب فيها آجال الناس وأرزاقهم وتوضاعف لهم الأمور بشكل كامل حتى أننا نجد أن هناك تأكيدات كثيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى شدة الوجوب من شدة التأكيد إلى الوجوب وهو بضرورة إحياء مثل هذه الليالي هذا الشهر له مزايا وخصائص كثيرة أنه ساعاته كما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعاته أفضل الساعات أيامه أفضل أيام لياليها أفضل الليالي أيضا تتضاعف فيه الحسنات بشكل يعني لا يوجد له مثيل في الأشهر السابقة لأن من يؤدي فيه في هذا الشهر الفضيل ركعتين من الصلاة تعدل سبعين ركعة في غيرها من الأيام من تلأ في شهر رمضان آية من القرآن كأنما ختم القرآن الكريم وغيرها الكثير 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 من النفحات والرحمات الإلهية التي ينبغي عن الإنسان أن يغتنمها في هذا الشهر الفضيل سماحة السيد عندما نقرأ الروايات ونقرأ خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي تحدثت عن فضل شهر دمضان الركعتين من تطوع بركعتين كتبت له براءة من النار من قرأ فيه آية كمن ختم في غيره من الشهور ليلة القدر خير من ألف شهر يعني ما يقار ب83 سنة وثلاث أشهر وأيام سيدنا أليس هذا مدعاة للتراخي؟ يعني أنا أترك السنة بكاملها أصنع ما أصنع ليأتي شهر رمضان ويمحو ما كتبت في تلك الأيام من دون شهر رمضان أليس هذا مدعاة للتراخي؟ شهر رمضان في حقيقة الأمر هو مدرسة هو أنه أشبه نسميه أشبه بالمعسكر الذي يدخله الإنسان حتى يستعين بهذا الشهر على سائر الشهور الأخرى يعني يخرج من هذا الشهر أكثر صلابة أكثر عزما أكثر إيمانا أكثر تقوى أكثر ورعا الغاية الأساسية هو هناك ربما أبعاد عديدة في شهر رمضان البعد الأول هو البعد التربوي لأن إذا تأمنا في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد هناك أبعاد تربوية وسلوكية ينبغي للإنسان أن يتعود عليها في هذا الشهر وصول إلى تحصيد الملتات النفسانية الراسخة التي لا تزول بسهولة من جملة هذه الوصايا التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو غض الأبصار هو حفظ الألسنة يعني وحفظوا فيه ألسنتكم وغضوا فيه أبصاركم هذه العملية التمرينية التي يعتاد عليها الإنسان أو ما نسميه نحن بإحداث المراقبة الذاتية لنفسه أن يتعود الإنسان على إحداث مراقبة ذاتية تصل هذه المراقبة الذاتية إلى مرحلة أن تتحول هذا السلوك من كونه حالة موقتة بزمن معين إلى حالة إلى كونها ملكة نفسانية راسخة تبقى معه في سائر الأيام الأخر يعني هل هذه الأعمال مشروطة ببقائها إلى كامل السنة أم أنها فقط تقف عند أعتاب اليوم الثلاثين من شهر رمضان نحن يعني حتى علماء السلوك وعلماء التربية يقولون أن الإنسان إذا أراد أن يغير جملة من آداته وسلوكه عليه أن يعتاد على أداء فعل معين هذا الأداء الفعل كلما اعتاد عليه الإنسان يتحول بمرور الزمن إلى ملكة نفسانية مثلا نجد في الروايات أن أمير المؤمنين عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال في شهر رمضان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الورع عن محارم الله والورع كما يعني يفسر عند علماء الأخلاق هو صفة نفسانية توجد في الإنسان حاجز يمنعه عن اقتحام الشبهات فضلا عن المحرمات الورع صفة نفسانية يحتاج إليها الإنسان في الأيام الأخر التي لربما يد الشيطان يعني لم تكن مغلولة منفتحة يعود إلى سابق عاداته وتقاليده هنا في هذا الشهر الفضيل عليه أن يتابع نفسه في هذا الجانب لو أردنا أن نحدث مقايسة بين شهر رمضان وبين الحج مثلا نجد أن الحج لربما لا يتجاوز العشرة أيام مثلا يزيد قليلا ينقص قليلا عندما نذهب إلى سلوك الحجاج في بيت الله الحرام نجد أنهم يكونون في مراقبة ذاتية لكثير من تصرفاتهم كي لا يفسد حجهم ويبطل حجهم هنا في هذا الشهر الفضيل لما تأتي الروايات في أن الإنسان عليه أن تطوع بنوافل عليه أن يؤدي صلوات أكثر فيه من الصلوات هكذا جاء أو أن يقرأ القرآن وأن يختم القرآن المرة والمرتين والثلاث حسب مكنته وقدرته وأكثر من ذلك هناك البعد الاجتماعي المغفول عنه في هذا الشهر الفضيل يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول تصدقوا على مساكينكم عندما يقول صلوا أرحامكم عندما يقول تعطفوا على أيتامكم تحننوا على أيتامكم هذا بعد اجتماعي بعد اجتماعي يضاف للبعد التربوي الآخر في شهر رمضان إذن عندما ننظر إلى صوم شهر رمضان هو ليس عبارة عن أمر تعبدي يكف الإنسان نفسه عن الطعام والأكل وبعض المفطرات ثم عندما يفطر بذلك يتلاسى أو يلغى كل شيء هنا شهر رمضان أكدت النصوص على أنه الإنسان يشعر وهذا ميزة شهر رمضان يعني عملية استحضاره أنه في عبادة الله عز وجل أطول زمنا من أي عبادة أخرى إذ أن الزمن العبادي واستمرار النية وعدم القطع مستمر من طلوع الفجر إلى ما معدل المغرب وهناك بعض الطقوس أيضا أو بعض العبادات والمستحبات التي يقوم بها الإنسان بعد الإفطار أو من حين الإفطار إلى ما بعده تدل على وجود استمرارية في هذه العبادة هناك فاصل زمني معين ثم يأتي السحور والسحر له وقته الخاص له شرفيته له مكانته هذا الوقت الذي يستجاب فيه الدعاء هذا الوقت الذي يستأنس فيه العبد مع ربه كأنما هناك دورة متكاملة وعندما يستيقظ الإنسان صباحا ويذهب إلى عمله يذهب إلى كذا يستحضر خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أنه تصدق ولو بشق تمرة تمرة يعبر عنه بهذا المساء تصدقوا على مساكينكم أطفوا على أيتامكم هذا البعد الاجتماعي يضاف إلى البعد التربى والآخر مضافا إلى البعد العبادي مضافا إلى البعد الآخر الذي أقرته العلوم الطبية اليوم وهو البعد الصحي جملة من الأبعاد لا يمكن أن توجد في غير في عبادة من العبادات الأخرى بما أنه وصلنا إلى البعد الصحي البعض يقول أنتم بالغتم بشهر رمضان ما هو اللي أنت صومة 30 يوم أنا أسوه رجيم أفضل من عنده بعشرات المرات أنت تقول مثلا أنا أصلي وصلها رياضة أنا عندي رياضة أفضل من الصلاة بعشر مرات إذا الصلاة تستهلك مثلا 15 دقيقة يوميا أنا عندي رياضة تستهلك ساعتين يوميا فالبعض يصور أنها مبالغة في فضل شهر رمضان ما هو صوم جوع وعطش لدقائق معلوماته ما هو معلوم أنه فعلا جوع وعطش حقيقة يعني أغلب العبادات بل ربما يعني بنسبة مئة بالمئة هي أمور تعبدية يعني قد ندرك علة التشريع وقد تخفى علينا علة التشريع سواء أدركنا علة التشريع أم خفيت علينا علة التشريع علينا أن نتعبد بما أمر به الله عز وجل وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمة الأطهار هذه نقطة أساسية في العبادات الإنسان عليه أن يتعقل وأن يدرك وأن يثبت بالدليل العقلي أصد المشروع يعني أصد المنهج الذي نعبر عنه وهو أصد ثبوت الإسلامي ووجود الله عز وجل الذي نعبر عنها بالأصول هذه يحتاج أن يثبتها في الدليل العقلي لكنه فرع الإيمان بالله هو التعبد بما يريده الله عز وجل فرع الإيمان بالله وأنا أتذكر في حوارية مع أحد الأخوة اللي نتحدث فعلا في أنه ما هي العلة من الصوم العلة أن نتحسس بالفقراء أنا أتحسس بالفقراء ما هي العلة من الزكاة أو الخمس أن أعطي للفقراء أنا أعطي للفقراء ما هي العلة من الصلاة مثلا أن مثلا يعني أكون عبدا متواضعا يعني لطيف مع سائر الناس بهذه المعنى أنا كذلك بهذه القضية فأنا قلت له لو أنك يعني ذهبت إلى سوق ووجدت جهازين بنفس المواصفات بنفس الإمكانيات وبنفس السعر لكن واحد من الجهاز صناعة مثلا اليابان وجهاز آخر صناعة مثلا تايوان أو كذا أيهما تختار قطعا ويقينا أنت تختار الصناع الجهاز الياباني لأنك تدرك أن وراءه مهندس وراءه دقة وراءه حكمة وراءه مثلا يعني إبداع لنعبر عنه بخلاف تلك صناعات تقليدية بهذه المعنى بالتالي إذا أردنا أن نقيس هذه القضايا أنا أدرك في أن الصيام ليست علته محصورة في أن يمس الإنسان الجوع والعطش ليست فقط هذه العلة أو حتى لو اتفقنا على أن هذه العلة لكن المشرع يختلف المشرع للصيام هو الله الحكيم العالم بعباده الذي يريد لعباده التكامل والسير في هذه الدنيا وصولا إلى سلم الكمال قطعا ويقينا أن تشريعه فيه غايات وليست منحصرة في غاية واحدة ليست الغاية الأساسية من الصلاة أو من الصيام أو من الحج أو من الزكاة هو فقط التحسس بالآخرين وغير ذلك وإنما في حقيقة الأمر هو التشبه بالملائكة والروحانيين هو السمو والتعالي هو أن يكون الإنسان إنسانا حقيقيا لكن هذا الإنسان وفق المنهج الذي يريده الله عز وجل للمنهج الذي نريده نحن أو نختاره نحن في قصة جميلة تذكر في كتب التاريخ والقصص والعرفان أنه اجتمع موسى عليه السلام مع إبليس عليه نعات الله فقال إبليس إلى موسى وهما على مرتفع أتظن أو تعتقد أنك إذا سقطت من هذا رميت بنفسك من هذا المرتفع إلى الأرض أن الله قادر على أن ينجيك قال نعم أنا أؤمن بهذه القضية أن الله قال لماذا لا تفعل قال ليس من شأن العبد أن يختبر ربه بل من شأن الله عز وجل أن يختبر عباده هذه النقطة مفصلية قائمة على أساس المحور الذي ينطلق منه الإنسان المحور الذي ينطلق منه الإنسان المسلم هو الإيمان بالله وبجميع صفاته وخصائصه ومن جملة صفاته الذاتية الغير منفكة عن ذاته المقدسة هو العلم والقدرة والحكمة والحياة وأن الله عز وجل يريد لهذا الإنسان ليس فقط الانتفاع في هذه الدنيا بل السير والأخذ من هذه الدنيا منطلق إلى الوصول إلى سلم الكمال وبالتالي العيش في نفحات الله عز وجل في يوم القيامة سماحة السيد إذا كانت الشياطين كما في الرواية مغلولة في شهر بمضان والأجواء إيمانية ومتاحة للمؤمنين وأبواب العبادة والجو العام هو جو ديني والشيطان مغلول لماذا يكون هذا الجزاء الكبير مع ارتفاع كثير من القضايا التي قد لا تذهب بالإنسان باتجاه الإيمان نعم هذه طبعا يعني من ألطاف الله عز وجل بعباده الذين لربما يعيشون حالة من حالات الغفلة أو السهو أو النسيان أو من حالة التزاحمات هذه الدنيا ومشاكل هذه الدنيا وهمومها فيغلبون شيء على شيء ويغفلون من شيء إلى شيء هناك حقيقة نفحات ربانية نحن جميع البشرية الأرض ومن فيها والسماوات ومن فيها إنما هي تحت رحمة الله عز وجل وفي ظل عنايته والإنسان في حقيقة الأمر دائما يسترشد ويطلب توفيق الله وعنايته واحدا من عناية الله عز وجل بعباده أنه هيئ لهم جوا كبيرا يساعد هذا الإنسان على أن يصل إلى مرحلة من مراهل التكامل هذه النقطة الأساسية بمعنى آخر أنه عبد إليك الطريق ولم يعبد فقط الطريق إليك عبد الطريق بمعنى يعني هلت أيدي الشياطين هم الآن بالأصفات مقرنين هاجز الوسوسة التي تمنع الإنسان في بعض الأحيان من ارتكاب من فعل الطاعات أو يعني الوقوع في المعاصي يقل في هذا الجانب بل أكثر من ذلك رتب من الآثار على أن الإنسان ما يفعل من عبادة في هذا الشهر مضاعف إليه كل ذلك هو باب من أبواب رحمة الله عز وجل نحن نعلم في الروايات وهذا من الأمور المتيقنة أن الله عز وجل يعتق في هذا الشهر الفضيل في كل يوم وصولا إلى آخر ليلة من لياليه أعداد لربما إذا ردنا حسبها بالحسابات المادية نقول أنه الجميع ينجون من ذلك لكن في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جابر بن عبد الله عندما تحدث عن أنه هذا الشهر تضاعف فيه الحسنات ويعني الله عز وجل يعطيك ومن صام مثلا إيمانا واحتسابا غفر له بها المسألة جابر قال ما أحسن هذا الحديث ما أجمل هذا الحديث قال لكن بشرطها وشروطها طبيعي جدا أن الإنسان عندما يصل إلى مرحلة أنه يعرف أن الله وفر له كل الوسائل مع ذلك يعني يقف معاندا لله عز وجل طبيعا جدا أن هذا الإنسان لم يستفد من هذا الشهر لذلك فسر في الروايات من هو المحروم في هذا الشهر المحروم في هذا الشهر الذي مر عليه الشهر ولم يغفر له هذا هو المحروم من هذا الشهر معنى ذلك أن تحصيل المغفرة في هذا الشهر من الأمور المتحصلة والممكنة تحصيل الرحمات الإلهية في هذا الشهر من الأمور المتيقنة بهذا لذلك على الإنسان أن لا يفسد صومه مع العلم أنه لربما الفقهاء لا يعتبروها من المفطرات لكنه يفسد بمعنى أنه يبطل الحالة التكاملية التي يحصل عليها من الشهر الأول إلى آخر ليلة من شهر رمضان وهذا ما يؤكد عليه العارفين كما في كتاب السيد الإمام الخميني قدس سره يقول عليك أن لا تغتاب في هذا الشهر عليك أن لا تسيئ إلى الأشخاص في هذا الشهر عليك أن لا تنتقص من الآخرين كي لا ينقص منك شيء في هذا الشهر الفضيل وبالتالي تفتقد جملة أساسية من هذا الشهر الفضيل سمحت سيد عفون إذا كان شهر رمضان هو شهر رحمة وشهر بركة وشهر سعادة ومغفرة وإلى آخره لماذا ينقضي هذا الشهر وعندما ينقضي عفون هذا الشهر وينتهي نتبارك ويبدأ العيد وكأنه انتهينا من يعني ولم يكن عزيزا شهر رمضان هناك طبعا بالنسبة للفرحة لربما يعني لها يعني هو سيدنا العزيز يكون الفارقة بحزن يكون فراق حزين ومؤلم نعم و هذا ما يؤكده الإمام السجاد عليه السلام إذن لماذا العيد بعد شهر رمضان في وداع شهر رمضان يؤكد على هذه القضية لأنه يعرف حقيقة هذا الشهر لو عرفتم ما في شهر رمضان لودتم أن يكون السنة كلها حقيقة يعني وهذا فعلا لكنه لربما أن الله عز وجل يعني يكلف الإنسان على قدر طاقته وعلى إمكانياته لكن أنا أقول أن واحد من أسباب الفرحة هي ما جبلت عليه النفس البشرية اللي عبر عنه ما معجون في الفطرة الإنسانية دون أن يعي الإنسان ويشعر بها وهو أنه ربما أكمل هذا الشهر بدرجة عالية من الإنضباط أهلته أن يكون محل نظر الله عز وجل برحمته ومغفرته يعني هناك شيء باطن داخل لا يشعر به الإنسان بالإضافة إلى المعد الاجتماعي الآخر التي أكدت عليها النصوص أن الإنسان في نهاية شهر رمضان أن يصلي صلاة العيد أن يجتمع مع ناسه وأصدقائه ويهنئ البعض الآخر بعيد الفطر ليس من باب أنهم قد خلصوا من أمر فيه صعوبة ومشقة وما شابه ذلك ولكن للتوفيق الرباني الذي جعل هؤلاء الناس محل عناية الله عز وجل وألطافه وتوفيقه أنهم وفقوا إلى صيام هذا الشهر وإلى قيامه من القضايا أنا اللي أحب أن أأكد عليها يعني وقريناها في نصوص أهل البيت عليهم السلام وما أكدت عليه السنة النبوية هو أن على الإنسان أن يعود نفسه ولو على شيء من العبادة القليلة يعني بعض الأحيان نجد أعمال عبادية لربما صعبة لربما تجعل النفس البشرية غير مستعدة صلوات كثيرة تقرأ بآيات وسور كثيرة لكن في بعض الأحيان هناك يعني ركعتان يصليهم الإنسان في هذا الشهر ويدوم عليها هذا الديموم على القليل يؤدي إلى مرحلة أنه لا يستطيع الإنسان في المراهل القادمة أن يتنصل على شيء قد ألفته نفسه هذه نقطة مهمة جداً وهو أننا نصل إلى مرحلة أننا نألف العبادة أننا نأنسه بدعاء الله عز وجل هذا ينقل العبادة من حالة العبادة إلى حالة العادة نحن لا نريد عادة أن تألف النفس وتستأنس بعبادة مرة عليها أنا أجري هذه الصلاة مثلاً منذ ثلاث أو أربع سنوات هذه صارت عادة بعد فرغت من محتواها العبادة العبادة في نص عن الإمام الباقر عليه السلام يفسر الصلاة يقول الصلاة تبدأ من حيث تنتهي وهذا طبعاً يعني واحد من أروع الأحاديث التي تبين أهمية العبادة يعني تبدأ من حيث تنتهي أنت ماذا كنت تفعل تتعبد لمن ماذا تريد من الله عز وجل العبادة الحقيقية هي أنه توصل الإنسان للتخلق بصفات الله عز وجل من صفات الله عز وجل الرحمة الرحمانية الكبيرة التي تعم المؤمن وغير المؤمن من صفات الله عز وجل في أنه لا يتخلى عن عباده من صفاته أنه السند والعون من صفاته أنه الملجأ والظهير هذا العبادة الحقيقية التي ألفها الإنسان ويأنس بها مع الله عز وجل هي تلك العبادة التي توصله إلى أن يكون مؤمناً نفاعاً المؤمن نفاع المؤمن خير المؤمن من يأمنه الناس ويؤمن على الناس هذه الصفات الحقيقية للعبادة أما العبادة التي هي عبارة عن طقوس وعبارة وتتحول إلى عادات وتقاليد والتي لا تؤثر في شخص الإنسان على نحو البعد الاجتماعي هذه نعم تحصر في هذا الجانب لكن البعد الاجتماعي هو المطلوب من أن الإنسان يحقق هو أفضل وسيلة تؤكد على البعد الاجتماعي هو الصيام لذلك تشوف الآن أن الناس لا يقتصرون على الجانب العبادة أن تحدث عن مجموعة ثلّة مؤمنة لا تقتصر على هذا الجانب بل أنها تتحاول أن تتحرى الفقراء المساكين أن تتصدق الصدق في هذا الشهر من أعظم الأعمال في هذا الشيء حتى ولو كم عبرنا عنها بشقة الله إفطار المؤمنين هذا أيضا بعد اجتماعي أن تتحسس المؤمنين والفقراء وجاء في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام في بيان حكمة الصيام نحن لا نستطيع أن نقول العلة هذه من المسائل الخلافية طبعا بيننا وبين كثير من المذاهب أنه نحن لا نستطيع أن ندرك علا للأحكام نعم نحن ندرك وجه الحكمة من هذا الحكم ليمس الأغنياء الجوع ليتحسس الأغنياء بالفقراء هذه نقطة مهمة جدا يعني بعد كبير في شهر رمضان غير مقتصر فقط في هذا مع العلم أن عبادة الصوم إذا تنظرها بالمنظار يعني مجرد عن كل شيء هي عبارة ذاتية فردية لربما لا يشعر الآخرين بأنك صائم في غير الأيام الأخرى لربما هناك ناس تصوم في رجف في شعبان كل ثنين كل خميس ما أعرف إيش ربما لا يشعر الإنسان بزميله بواحد من أهل بيتي أنه صائم لأن هذه عبادة لا يوجد هناك ما يدل على يعني عنوانها الخارجي مثل الصلاة مثلا مثل الحج مثلا لكنه أعطيت لها بعدا كبير الغرض من عنده هو الوصول إلى الجانب الاجتماعي المهم سيدنا المحرمات والمستحبات والواجبات التي تؤكد عليه الرواية تحننوا على فقرائكم أدوا زكاة الفقراء تحننوا على اليتام ما اعطفوا عليهم افعلوا كذا افعلوا كذا لماذا التأكيد؟ ما هي موجودة على مدى السنة كلها؟ يعني السنة كلها أنت محرم عليك الغيبة محرم عليك فعل مثلا الكذب أو ما إلا ذلك لماذا تأكد بشهر رمضان؟ نعم قلت أنه سائر الشهور الإنسان في معرض الغفلة لكن هذا الشهر لأن العبادة وقتها الزمن ممتد وقتها طويل بهذه المعنى واستحضار النية واستدامتها من أركان صيام شهر رمضان أن لا يكون هناك قطع في النية هذه تولد عند الإنسان أنك الآن تعيش في فترة عبادية مع الله عز وجل يغتنمها الإنسان والشريعة الإسلامية يعني عادة النفس البشرية لها إقبال وإدبار النفس في شهر رمضان يكون إقبالها وعدم غفلتها أكثر من سائر الشهور الأخرى فأنا أغتنم هذا الشهر لتنمية مثل هذه الأفعال حتى تتحول إلى ملكات في سائر الشهور الأخرى فبتعبير يعني موجز لشهر رمضان هو عبارة عن وصنع لصناعة الإنسان الرباني الإنسان المتخلص لله عز وجل الإنسان الذي يريده الله عز وجل والذي وضع له الشرائع وسن له الأحكام ويعبده بجملة هو أن يكون إنساناً مصنع الإنسان صناعة الإنسان تكون في هذا الشهر الفضيل لأنه عوامل الإقبال على تنمية مثل هذه الملكات في هذا الشهر أكثر من سائر الشهور الأخرى هناك أمور تعين الإنسان على أن يعود نفسه على أن يتخلى عن جملة من الرذائل ويتحلى بجملة من الفضائل هناك أمور تعينه في هذا الشهر وهو أن الله عز وجل مثلاً جعل الشياطين مغلولة أنه ضاعف له الأجر والثواب كل ذلك طبعاً يكون حافز معنوي بالنسبة للإنسان أن يغتنم مثل هذه الفرص سمحت سيد لماذا يعبر عنه شهر الضيافة وأنت فيه في ضيافة الله هو الإنسان في حياته بأسرها هو في معرض الذات الإلهية المقدسة نعم لماذا ميز؟ أنا في كل السنة أنا في ضيافة الله لماذا شهر رمضان صارت لهذه الخاصية؟ نعم شهر رمضان يعني ذكرنا في البداية أنه له جملة من الخصاص يعني واحدة من خصائصه كما قلنا ساعاته أيامه لياليه من جملة خصائصها نوم الصائم عباده نفسه تسبيح كل هذه القضايا حتى جاء في الروايات عن أهل البيت عليه السلام يقول يعني قيلوا في هذا الشهر قيلوا بمعنى أن الإنسان يأخذ له ساعة ينام فيها بهذه المعنى فإن الله عز وجل يطعمه ويسقيه يعني قد وهذا طبعا تحدث لربما في كثير من الناس يكون شديد التعب والجوع والعطش لكنه عندما يستيقظ بهذه المعنى أو يأخذ له إغفاءه يشعر في أنه قد شرب ماء أو أطعم أو أن وضعه عاد بهذه المعنى هذه من خصائص يعني من رحمات الله عز وجل أن خص هذا الشهر في هذا الجانب طبعا ضيافة الله عز وجل قطعا هي غير منحصرة في هذا الشهر لكنه لربما تتضاعف في هذا الشهر عن سائر الشهور الأخرى وهذا المنطلق بمعنى آخر يريد يعني في الحديث يريد أن يقول أن الله عز وجل ينظر للجميع سواء في هذا الشهر وبالتالي أنه الدعاء مستجاب وهناك أماكن كثيرة يستطيع الإنسان أن يغتنمها في استجابة الدعاء مثلا عند الإفطار الدعاء مستجاب في السحر الدعاء مستجاب في أوقات صلوات يعني بمعنى آخر بمعنى آخر هذه الأوقات مخصوصة مظنة استجابة الدعاء تيقن استجابة الدعاء لربما لا تتأتى للفرد أن يكون على يقين في استجابة دعائه في غير هذه الأيام وهذا دافع للإنسان عليه أن يدعو الله عز وجل لا سيما بالتخلي عن جملة من الرذائل التي تمنعه من أن يقيم جملة من العبادات مثلا في غير شهر رمضان سمحت السيد عفون وصلنا إلى الدعاء الدعاء هذه أوقات مخصوصة وساعات مخصوصة لماذا قلنا أن الدعاء يستجاب في مثلا الأماكن المحددة أو الأزمان المحددة أو عند كما في خطبة النبي عند الصلاة عند أوقات الصلاة لماذا هذا يعني ما هو الله سبحانه وتعالى في القرآن قال دعوني أستجب لكم نعم مما لا شك فيه أنه يعني لا يوجد هناك حاجب أو مانع بين العبد وبين الله عز وجل إنما الحاجب والمانع هو ذنوب العباد وبالتالي الإنسان عندما كل ما يكون يعني صادق ومخلص ويعني عبد الله حقيقي يستجيب الله عز وجل له دعاء في أي ساعة من الساعات لكن هذا لا يعني أن هناك أوقات مخصوصة ذكرت في القرآن وفي السنة وأكدت عليها الروايات في أن هناك أوقات يعني يحب الله عز وجل عبده أن يناجيه في ذلك الوقت ومن تلك الأوقات هو وقت السحر حتى يقال في تفسير قصة يعقوب مع أبنائه أو قصة يوسف بهذه المعنى سأستغفر لكم قالوا أنها أجلها إلى السحر هناك يعني ربما يعني واحدة من النفحات على الإنسان أن يغتنمها يغتنمها يعني يعني هناك نفحات ربانية أعطيت للفرد مثلا خصوصية يوم الجمعة عصر يوم الجمعة الفجر يوم الجمعة السحر أوقات الصلاة المفروضة أنه الإنسان عندما يصلي في وقته يكون في مضنة استجابة الدعاء لهذه أمور يعني نستطيع أن نعبر عنها إذا الإنسان استطاع أن يعقد قلبه عليه يصل الإنسان إلى مرحلة أن هذه من القضايا اليقينية التي يتقن فيها استجابة الدعاء هذا الحث بهذه المعنى هو إشارة إلى العبد أنه اغتنم مثل هذه الفرص في هذه الساعات لها خصوصية في هذه الأوقات لها خصوصية لكن هذا لا يعني في أن الله عز وجل لا يستجيب لعبده إلا في هذه الساعات لكن هذه لها خصوصية معينة أكدت عليها النصوص وتعبد بها الأنبياء والأولياء وكان سيرة المعصوم قائمة على هذا الأمر نحن أيضا نتعبد فيها بشكل أو بآخر سمحت سيد إبراء الذمة هناك ذنوب بين العبد وربه وهناك ذنوب بين العبد والعبد الآخر نعم نسمع كثيرا ما خصوص في هذه الأيام رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك أبرئ ذمتي أخو لماذا أنا أطلب من الناس براءة الذمة في هذا الشهر أنا أخو الشهر السنة 12 شهر في سائر السنة لماذا خصصنا شهر رمضان ببراءة الذمة البعض يستهجر حقيقة هذا الموضوع صحيح صحيح ولذلك نحن نقول نقول أنه يعني في الحج وأنا لاحظت كثير من الحجاج يعني عدتهم رقابة ذاتية عالية جدا يعني يعني مثلا يتحسس الشعر ما يزيلها إذا يعني حتى لو كانت بعوضة أو كذا ما يضربها ما يقتلها بهذه المعنى فحقيقة هو تثير الاستغرام أنه لماذا يعني لا يراقب الإنسان نفسه في سائر الأيام الأخرى أدل دليل على الإمكان كما يعبر عنه بالفلسفة الوقوع يعني الشيء إذا وقع معنى ذلك يمكن تكراره مرة ثانية وثالثة ورابعة فإذا استطعت أن تراقب نفسك في أيام عبادية مخصوصة معنى ذلك أنك تستطيع أن تراقب نفسك في غير هذه الأيام المخصوصة وإذا استطعت أن تتبار الذمة في هذه الأيام المخصوصة معنى ذلك أنك تستطيع أن تتبار الذمة في أيام أخرى غير مخصوصة وإذا استطعت في أنك تقيم جملة من العبادات أو تكثر من التصدق دون أن يؤثر على وضعك المادي ولا تشعر في أنه في ذلك لأنه ما يؤتيك من الثواب ينسيك هذا الأمر الكثير من التصدق المادي معنى ذلك أنك قادر على أن تقوم بنفس هذا الفعل في الأشهر المخصوصة هذا ما نريد ما أكدنا عليه في البداية وما نريد أن نقوله أن شهر رمضان ذات الخصوصية التي يتفتقرها سائر الأشهر تريد أن تقول لك أن ما تقدمه أن ما تفعله بهذا الشهر ممكن لك أن تقدمه وأن تفعله في سائر الشهور الأخرى دون أن ينقص ذلك من الأجر بثواب لذلك عليك أن تعتاده في هذا الشهر الفضيل من أول يوم إلى آخر شهر رمضان أن تعتاد على أداء بعض النوافل على التصدق والإكثار منها على تحسس الفقراء والمحتاجين والأيتام وأكدنا عليه البعد الاجتماعي المطلوب أن يكون هناك حالة اجتماعية في المجتمع وغيرها من الأمور العبادية وقراءة القرآن والتدبر فيه الإنسان لو استطاع أن يأخذ ما درسه في شهر رمضان ما تعلمه في شهر رمضان يمكن أن يكون في الأشهر الأخرى عندنا مجتمع رمضاني في غير شهر رمضان ومن الممكن أن لا يكون هناك مجتمع رمضاني في غيره من الشهور سماعت السيد هذا أنا أتصور أنا كثير من الناس عندما ينقضي شهر رمضان المبارك يرجع لنفس الدرس الأول أنا أرجع لحياتي الطبيعية بعد أن انقضى شهر رمضان وأكسب ما أكسب وأفعل ما أفعل لشهر رمضان الآخر الذي هو يكون بمثابة ممحات لإمحاء ما سجلته سائر السنة وعلى ذلك وهذا دليل يعني قولك دليل وإنذار إنذار لكل الصائمين في شهر رمضان ينبغي أن نخرج من شهر رمضان وقد ترك شهر رمضان فينا بصمة على البعد السلوكي والعبادي والاجتماعي إذا لم يترك شهر رمضان بصمة في ذلك معنى ذلك أننا لم نؤدي حق شهر رمضان بشكل كامل هذه نقطة حساسة جدا ومهمة ينبغي للناس أن لا تحول شهر رمضان إلى طقوس وتقاليد وعادات معينة تقوم على أساس أن يجتمع الناس في أكل هنا وهناك أن يخرجوا لهذا المكان أو ذلك المكان أن يتفرجوا على هذا الموقع أو ذلك الموقع التلفزيوني أو غير بهذه المعنى عليهم أن يستفيدوا من شهر رمضان وأن يترك فيهم أثر وبصمة كلما ترك فيك شهر رمضان بصمة إيجابية وأثر إيجابيا اعلم في أنه قد أديت شيء من حق شهر رمضان الكريم سمحت سيد الصلاة والصيام عادة ما يصور الناس هناك يعني ازدواجية أو اثنينية في الصلاة والصيام الصوم بلا صلاة ويعني كما هو الحج بلا زكاة ما مدى صحة هذه المقولة أنه من لم يصم فلا من لم يصلي في الأصيام له في الشريعة الإسلامية يعني في الفقه الإسلامي عموما نحن نفرق بين المستحل للعبادة وبين الذي يعني تارك للعبادة دون أن يكونه مستحل المستحل يعني شنقصد بمعنى أنه يعني ينكر وجوب هذه الفريضة مثلا أو يشكك في وجوب هذه الفريضة بهذه المعنى هذا له حكم الخاص حكم الخاص أن يعرض على الحاكم الشرعي ويصدن مناقشة بالأدلة فإذا يعني ثبت في أنه عنده يعني الإنكار أو كذا يحكم عليه حكم المرتد أما بالنسبة للطرف الآخر الذي لا مثلا يترك العبادة أو يصوم أو كذا طبعا في الفقه الإسلامي توجد هناك أحكام إذا كان الحاكم الشرعي مبسوط اليد في أنه يمكن أن يعزر هذا الإنسان يعني في بعض الروايات هكذا قال ينهكه بالضرب مثلا ويحاول أن يعيده إلى الجادة الصواب لأنه حتى يرجعه إلى الأمر العبادي فالإنسان حينئذ يحاسب على طبيعة ما يفعل وما لا يفعل يعني إذا فعل شهر صام شهر رمضان وهو لم يصلي مثلا بهذه القضية ولم يصلي معنادا أو جهودا أو إنكارا أو ما شابه ذلك هو حتما ويقينا أنه يسائل عن صلاته يعاقب على صلاته بهذه المعنى وإذا أدى صيامه بشكل الوجه الشرعي بهذه المعنى ربما يحكم بصلاته فقهيا أنه صحيح لكنه مسألة القبول وعدم القبول هذه عند الله عز وجل من حيث الفقه نقول أن هذا الرجل صام بشروط الصيام المتعارف عليها بالفقه فيحكم على صحته أما في الجانب الآخر نقول هذا يجب عليه أن يقضي يجب عليه أن ينتبه يعلم يعزر بهذه المعنى حتى لا يعني نخسر فرد من الأفراد فكل بحسبه كما نقول شريطة ألا يصل لمرحلة استحلال ما يعني يلتزم بتركه سمحت سيد الصيام روح وبدن الأبعاد الروحية في الصيام أنك من صام صامت جوارحه هكذا صوم العين صوم القلب صوم اليد صوم اللسان يعني قد يكون تكليف بما لا يطاق نعم صحيح التكليف نحن مكلفون في شهر رمضان أن نمسك عن جملة من المفطرات الشرعية التي إذا ما ارتكبها الإنسان يعد مفطران التي من أبرزها طبعا الأكل والشرب والجماع والكذب على الله والارتماس بالماء هذه المذكورة في الأبواب الفقهية نعم ما مثلا يقلل من الثواب ما يحبط الأجر ما لا ينتفع الإنسان بعمله وإن كان عمله صحيح فقهيا لكنه لا ينتفع لا يؤجر يقلل من الأجر هي تلك الأمور الأخرى التي تصدر من الإنسان الصائم أو حتى الإنسان المصلي نحن عندنا أيضا جملة من الأحكام مرتبطة بالإنسان عندما يصلي ويقف بين يدي الله عز وجل أن لا يزغي بسمعه إلى ما يتحدث به الآخرون أن لا ينظر بنظره إلى شيء معين بهذا حتى لا ينقص من عبادته من صلاته شيء ولذلك نحن قلنا أنه هذا المقدار هو يكفي في صحته في صحة صومه أما في الجوالب الأخرى التي أكدت عليها السنة النبوية وخاصة في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظوا ألسنتكم غضوا أبصاركم هو هذه الغاية كما قلنا أنه ليس التعبد في شهر رمضان أن يمسك الإنسان عن واحد اثنين ثلاثة أربعة بل أنه الغاية منه أن يكون عبدا لله عز وجل بمعنى أنه لا ينقص من الآخرين شيء لا يتجاوز على حقوق الآخرين يعطي لكل ذي حق حق لأنه يشعر أنه في عبادة الله عز وجل هذا الشعور والإحساس أنك أمام الله عز وجل استحضار الله عز وجل عدم الغفلة عن الله عز وجل ومن الذي يوقع الإنسان في المعصية؟ هو الغفلة هذه الروايات جاءت أنه يعني هكذا أعملوا في شهر رمضان ولذلك نحن قلنا أن شهر رمضان في حقيقة الأمر هو صناعة ربانية للإنسان الذي يريده الله عز وجل والذي كلفه في هذه الدنيا بإعمار الأرض ومن عليها بأن يكون خليفة لله عز وجل في هذه الأرض هذا يتأتى من خلال هذه الصناعة الربانية المتكاملة في أبعادها على نحو الوجوب أو في أبعادها على نحو الاستحباب أو حتى الكراهة في بعض الموارد الأخرى سمحت السيد الجزائري العلامة الدكتور سيد جاسم جزائري شكرا لك لما قدمت في هذه الحلقة نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتكم إن شاء الله شكرا لكم هياكم الله شكرا لكم كذلك شكري وخالص امتناني لكم أحبتي لحسن الأصغاء وحسن المتابعة أمل أن تكون هذه الحلقة قد نالت استحسانكم ورضاكم ورضا الله ولن وآخرا على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إلى ذاك الحين أستودعكم الله وسترعيكم في أمان الله ورحمة الله اشتركوا في القناة